اشتركوا في القناة قيصرية طارئة بعدما اكتشفوا انها لا تتحرك داخل رحم والدتها وبشكل مفاجئ كانت كمية الدماء في جسم الطفلة 35 ملي لتر فقط اي ما يعادل ملعقتين صغيرتين وهي كمية اقل بسبع مرات من المعدل الطبيعي داخل جسم طفل حديث الولادة ما يعني ان جسمها كان يحتوي على كمية اكبر من الماء وعلى الرغم من تشاؤم الاطباء بحالة الطفلة الا انها نجت وتعيش اليوم بصحة جيدة وهي تستعد للاحتفال بعيد ميلادها الاول مع عائلتها الاسبوع المقبل وقالت الوالدة 32 عام ان الفضل في ذلك يعود الى الاطباء والممرضات الذين ناضلوا لابقاء طفلتها على قيد الحياة واضافت لن اعتبر نفسي غير محظوظة بعد اليوم بعدما رأيتم الذي مرت به ابنتي ترجمة نانسي قنقر